السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أخواني الكرام إن شاء الله تكونوا بخير أخواني متابعة لسلسلة كيف تأخذ بيانات المحركات إن شاء الله اليوم بدنا نتعلم كيف نأخذ بيانات محرك هو ترمبة ماء تقريبا عشر أحصان يما عليها لوحة لكن هي عشر أحصان أنا بعرفها من شكلها ومن حجم الترمبة طبعا أنا أعطيكم القياسات وأعطيكم البيانات في آخر الفيديو إن شاء الله طبعا هذا أنا كنت نزلت فيه سؤال كان توصيله ستار زي ما أنتم شايفين ما رفش إذا بتذكروا وحكينا إنه بوصل أطراف الملفات كلها بتوصل وكان فيه قطع في الأسلاك وسألتكم ليش شو السبب وأنا كنت فتحت الرأس السيليك هذا ورجعتكم الأسلاك المتقطعة هاي هي فحكينا فيه أكثر من ست أسلاك منتقطعة في مجموعة واحدة وكان فيه توصيل فأنا سألتكم وقتها عن السبب مش عارف أنا نزل الفيديو هذا أنا بصراحة لسا ما نزلت الفيديو الثاني لكن رح نزل مش عارف أن نزل هذا قبل أو ذاك قبل على العموم نهم إنه نفس المحرك الآن زي ما إحنا تعودنا بنشوف التوصيل إحنا الخارجي توصيله ستار الخارجي وبنقطع الأسلاك وبنشوف وبنقطع الخيط وبنشوف السيليك كل سيليك خاري اللي روزيتا عليه كم سيليك وعليه كم ماكرونة خلوني بس أنا أقطع باقي الأسلاك وأرجع لكم طبعا الآن أنا فكيت الأسلاك فكيت الروزيتا وصحبت الأسلاك طبعا زي ما بحكي دايما أنا سيليك واحد بكفيني لأنه ها ثلاثة فاز وكل الأسلاك زي بعض لو تلاحظوا هنا مثلا السيليك جاء عادي ماكرونتين كل ماكرونة من مجموعة طبعا من نفس الفاز هلين نشوف بواحدة واضحة أكثر هاي واضحة أكثر لاحظوا هاي ماكرونة من المجموعة اللي من هون على اليمين وهاي ماكرونة من المجموعة اللي عشمال طبعا هذا ثلاثة ثلاثة دورة طرمبة ماء ثلاثة دورة قطبين إذن مجموعتين يقسمان المحرك من النصف مجموعتين متجاورات جن بعض فلاحظوا ماكرونة من الجهة اليمين مجموعة اللي على الجهة اليمين وماكرونة من الجهة أو من المجموعة اللي على الجهة الشمال إذن هذا توصيله توازي بما إنه ماكرونتين من مجموعتين مختلفتين من نفس الفاز فإذن هذا توازي هذا اسمه توازي لأنه في قطبين سريع من 1400 دورة المحرك اللي فيه 12 مجموعة بنسميه نصف توازي أو في بعض بيسميه نصف توازي هنا اسمه توازي ما فيه نصف توازي فيه توازي فقط فإذا نهاية في بداية خارجي على سلك لبرة إذن إحنا عنا التوصيل توازي وبنقص طبعا وبنشوف إحنا ملفوف بكم سلك طبعا هنشوف سلك ثاني أولى طبعا هذا المحرك ملفوف سابقا لكن لفه واضح قديم يعني قديم لفه وسبب الحرق هو دخول ما شيء بسيط عليه لاحظوا ملفوف بثلاث أسلاك هاي ثلاث أسلاك من هون ثلاث أسلاك من هون إذن اللف ماشي بثلاث أسلاك اللف ماشي بثلاث أسلاك الآن بنقيسهم وبقطع إذن توصيله الخارجي ستار والتوصيل الداخلي توازي وملفوف ثلاث أسلاك الآن بقطع أنا وبعده وبكمل باقي البيانات وبعطيه قياس الحديد وبعطيكم البيانات ورح نتكلم معكم في موضوع كيف نعرف التوازي أو نصف التوازي إن شاء الله خليكم معنا طيب والآن أنا فكيت المحرك بالكامل الحمد لله وعديته وقسط سلكه وكانت بياناته وقسط الحديد طبعا وكانت بياناته كالتالي طبعا طول المجرة 16 و 12 بال 10 سنطي طول المجرة 16 و 12 بال 10 سنطي وقطر الستيتر أو قطر البوبين 9 سنطي قطر البوبين 9 سنطي طبعا العدد أو الخطوة كل مجموعة ثلاث ملفات لأنه هذا 36 مجرة وقطبين زي ما حكينا من 1 إلى 14 1 إلى 16 1 إلى 18 ثلاث سريات أو ثلاث ملفات للمجموعة طبعا والعدد كان ملفوفو بثلاث أسلاك 87 فردة 87 سلك داخل المجرة طبعا منقسمهم على عدد الأسلاك اللي هو ثلاث أسلاك بطلع معانا 29 لفة 29 لفة إذن العدد 29 29 29 29 لفة بثلاث أسلاك سبعة ثلاث أسلاك سبعة كان ملفوف بثلاث أسلاك سبعة والتوصيل توازي والتوصيل الخارجي ستار طبعا ممكن إحنا نعبدل عليه يعني بدل ما نلفه بثلاث أسلاك مع بعض مساحة مقطعهم السلك سبعة مساحة مقطعه 38 وكسور طبعا نضربها في ثلاث لأنه ثلاث أسلاك بطلع معانا تقريبا 118 مساحة المقطع الكلية طبعا عنا سلك ثمانية ونص وتسعة سلك ثمانية ونص وتسعة مساحة مقطعهم اثنين مع بعض 119 تقريبا مع الكسور 119 إذن مساحة المقطع تقريبا مساوية طبعا منلفه بنفس العدد ونفس التوصيل 29 جوز وتوازي منلفه بسلك 9 وسلك ثمانية ونص 29 جوز ونوصله توازي طبعا ما بدك تلفه أنت طبعا توصيل الخارجي بظل زي ما هو ستار طبعا أنا نسيت أسجله هون توصيل الخارجي ما إله دخل بالتوصيل الداخلي بظل ستار زي ما هو طبعا عندك تلغي التوازي وتعمله توالي ممكن أنه تلغي التوازي تلفه بنفس المعلومات هاي وتلغي التوازي وتعمله توالي لكن تعمل توصيل الخارجي دلتا توصيل الخارجي دلتا إذا بتحب أو بتلفه بنفس البيانات هاي زي ما بدك وهي إن شاء الله إنه تستفيدوا من هذا الفيديو ولا تنسوا زي ما وصيكم دايما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته